المختطف المحرر شيخ جمال المعمري الذي أصيب بالشلل جراء التعذيب وفقدان السمع قال في أول حديث له عقب تحريره بعد أكثر من ثلاثة سنوات من خطفه من قبل الحوثيين أن قيادات من ميليشيا السلالية الإمامية معظمها من صعدة وتحمل ألقابا مثل المرتضى تولت عملية تعذيبه بطرق بشعة منها الحرق والحفر بالدريل والضرب على العمود الفقري ومؤخرة الرأس وتسببت بإصابته بالإعاقة الدائمة في سجون خاصة بها منها منازل استولت عليها وسجون الأمن القومي والسياسي واستخدام مشارات الصليب الأحمر للتمويه أثناء نقلهم بين السجون المعمر أشار إلى أن تعذيبه استمر طوال فترة اختطافه ولم يتخفف إلا بعد قيام قبيلته بأسر إحدى القيادات من القناديل الهشمية الحوثية في معارك نهم شرقي العاصمة صنعاء مشيرا إلى أن يحيى الحوثي زاره بعد أسر القنديل الحوثي وخفف عنه التعذيب وبحسب تقرير لرابطة أمهات المختطفين فإن الحوثيين يخطفون ثمانية عشر مواطن يوميا طيلة أيام العام الفين وسبعة عشر في المناطق الخاضعة لسيطرتها والطرقات الرابطة بين المدن يقتلوا أو يعاق كل يوم واحدا من هؤلاء فيما يتعرض البقية لشتى أصناف التعذيب بما فيها المتاجرة بهم الإختطافات الحوثية لا تستهدف فئة معينة فبحسب تقرير الرابطة ينتمي أغلب المختطفين إلى فئة ناشطين بعدد 463 مختطفا يليهم العمال بعدد 366 وتمتد القائمة لتشمل كل من لا يؤمن بولاية البطنين الإمامية بما فيهم المسنون والأطفال والنساء وكانت لجنة الخبراء الدوليين قالت أن جماعة الحوثيين في جوهرها منظمة عائلية تختطف المدنيين من أجل اتخاذهم دروعا بشرية أو المقايضة بهم بأسر الحرب أو المتاجرة بهم ترجمة نانسي قنقر